اشتركوا في القناة وهو عادة يستخدم عن طريق اكل ثمره ولكن الثمر موجود في الهند ونحن يصلنا على شكل مجفف بهذا الشكل لهذا نستغل فوائده في علاج الشيب وله فوائد اخرى كثيرة للشعر ونستخدمه عن طريق عمل خلطة زيت لدهنه على الشعر الاملج طريقة عمل هذه الوصفة نأخذ كوب من زيت السمسم او زيت جوز الهند او زيت الزيتون ونأخذ كوب قلت من هذا الزيت ونأخذ عليه ربع كوب من الاملج يكون مطحون ليس ناعم لان طحنه صعب نوعا ما نضعه في كوب قلت زيت السمسم او زيت جوز الهند او زيت الزيتون ويوضع على نار هادئة لمدة عشر دقائق مجرد ان تنظي العشر دقائق نقوم بنزعه من على النار ونضعه في برطمان زجاجي او اي تقارورة في مكان مظلم وجاف لمدة اسبوع كامل دون ان نصفيه بهذا الشكل دون ان نصفيه وبعدها نقوم بتصفيته ويتم دهن الشعر بهذه الوصفة او عفوا بهذا الزيت يوميا قبل النوم وفي الصباح اليوم التالي نغسل الشعر بشكل عادي يجب ان نكرر هذه العملية يوميا في الاسبوع الاول وبعدها ثلاث مرات في الاسبوع حتى نتخلص من الشيب نهائيا هذه الوصفة صالحة لجميع الاعمار وكذلك صالحة للرجال وهذه الوصفة تصلح كذلك للحوامل والمرضعات وهي امنة وليست لها اي اعراض جانبية وهذا الزيت كذلك له فوائد اخرى يناعم ويخلص الشعر من التجعد حيث انه يمنحه الترطيب والليون وكذلك يقي من مشكلة التشققات والتقصف وكذلك من مشكلة التساقط ويزيد من كثافة الشعر وطوله في فترة قصيرة ويمنحه الحيوية واللمعان استمروا على هذه الوصفة وبفضل الله تعالى هي ناجح مئة بالمئة وليست له اي اعراض جانبية بالاخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة اترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة